ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي من الجزائر العقيد المتقعد والخبير الأمني والاستراتيجي سيد العربي شريف عبد الحميد أهلا بك معنا دوما على شاشة اليوم سيد العرب شكرا سيدا وسهلا وكل متابعي القناة نعم يعني استمرار الحراك بالمطالب ذاتها ومن جانبها السلطات الجزائرية تصر على سياسة الاعتقال والإفراج وما بين بين وهو ما يصفه المتظاهرون بالمراوغة أين بات جزائر اليوم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 والكريم رمضان كريم لكم ولكم متابعين القناة والعالم عارفة الإسلامي أولا دعين أراكم في صفورة الحراك يعني هذا يعني ليس الحراك لا يعرف نفس 2019 هل يكون متفقين عليه الحراكت 2019 شبنة 42 ولاية وفي العاصمة لوحدها كانت أكثر من 200 ألف متظاهر تخرج كل جمعة اليوم الحراك يعني تقريبا هو فئوي ولا يتجاوز في أحسن الحالات 25 ألف متظاهر وتقريبا منعدم في حوالي 50 محافظة أخرى لذلك اليوم هذه المطالب هي مطالب يعني ظاهرية هي مطالب مقبولة ومطالب الشعب الجزائر يريد الذهاب إلى بناء دول حق والقانون إلا أن هناك بعض الأطراف التي لها سياسات وأجندات وخلفيات أخرى هي من تريد أن تركب هذا الحراك وتريد العسل في السم وهذا الغير مقبول أكيد النظام اليوم أصبح تزعجه هذه التظاهرات الأسبوعية لأن القراءة الذي ليس له قراءة واقعية التي يحدث في الجزائر ليفهم ما يحدث الحراك أو الفئة العمرية للناس التي تخرج هي فئة تقريبا من كبار السن في نسبة 71% هي من كبار السن المتقاعدين وهذه النسبة أخرى هي لتيارات بعروفة هي التيارات البربرية أو التيارات الديمقراطية المعروفة ولكن لا تخص لـ 850 محاضرة في الجزائر لذلك هذه هي القراءة الحقيقية لماذا قل عدد المتظاهرين بهذه النسبة كما تتفضل وقلت بأن هناك أجندات تحاول تحريد التظاهر ضد السلطات دعيني أقولك أولا لأن من خارج الشعب الجزائري في 2019 في حراك 2019 كان البطالة بتاعه معروفة لا للعهداء الخامسة من رئيس عبدالله بلدفقة لا للتمديد للعهداء الرابعة وكان شعار كليل البلاد يسرقين يعني بنسبة العصابات السياسية والمالية المالفاس في الجزائر وكان يتكلمون بالعدانة أظن أن الحراك يعني بعد مكان المرحوم رحمة الله فريد أحمد قايد صالح يعني ألغى العهداء الخامسة وتمديد العهداء الرابعة وألقى بالعصابات السياسية والمالية في السجود وبدأت محاكمات علانية يعني امتص هذا الغضب وتراجع الشارع بنسبة كبيرة جدا جدا عن ما كان عليه يعني هذه من جهة من جهة أخرى هناك هناك يعني نسبة كبيرة من هؤلاء من رضوا بانتخابات أفضل ديسمبر وهذه معقولة لأن لعلمك سيدتي لم تحدث في تاريخ الجزائر كانت مشاركة 40% في الانتخابات يعني في كل حالة في السابق التزوير كانت لتتجاوز 17% وهذه المرة كانت 49.8% تقريبا 40% وبإشراف هيئة مستقلة تشرف على انتخابات وليسة وزارة داخلية سابقا لذلك كان هناك رضا في أكاتيول ولكن اليوم بعد انتخابات رئيس جمهورية هناك الكثير من صدمة أنه لأن كانت وعود رئيس جمهورية سيدة مجد تبون بذهاب إلى بناء دولة الحق والقانون جزائر جليدة وإذا بيصدموا بأن نفس نفس يعني الأشخاص للنظام السابق هم اليوم المتواجدين من يديرون دفة الحكم في جزائر هذا ربما ما أنقص من الوضع والتشكيلة الموجودة في الساحة طيب إلا أن شيء مهم هو أن الحراك يعني تريد اختلاقه بعض التنظيمات المتطرفة حتى تتصدره ولكن ليست لها بعد اجتماعي أو بعد شعبي أو بعد ذلك ومن جهة أخرى هناك الكثير من المندسين الذين يخدمون أجندات غير أجندة التي خرج من أجل الحراك وهي جزائر حرة ديمقراطية كما أشاهد في اللافتات الموجودة ليحملها أحداث الشعارات أيضا في ذلم كنت تتحدث عن ترفض مرة أخرى إجراء انتخابات برلمانية مقبلة تصفها بالمسرحية السياسية وتصف السلطات بأنها مافيا أو عصابات هي من تحكم البلاد كيف سترد السلطات مع كل هذا التأكيد من الشارع الجزائري على رفض الانتخابات هو الشعب الجزائري تقريبا في أغلبه رفض الانتخابات لماذا؟ لأن الانتخابات خرجت عن توجهها الحقيقي وهي أن تكون الأحزاب وذات برامج هذه المرة يعني ذهبوا إلى الجمعيات والشخصيات والقوائم الحرة التي تجاوز نسبة كبيرة جدا وانا كنت تكلمت يعني أنا شخصيا كنت في عدة مداخلات قلت عبارة عن وفتح مناصب تشغيل البرلمان 400 مليا برلماني يعني يكونوا بمرتبات محترمة وبامتيازات لا غير ولكن العمل البرلماني لا يكون لا يوجد أحزاب ولا توجد برامج ولا توجد مشاريع هذا هو عيب البرلمان القادم وأنا في وجهة نظري قلت سيكون أسوأ برلمان ربما حتى برلمان السابقة لذلك يعني الشارع هو يتحدث عن ما يحدث لأن اليوم نحن نعيش مرحلة انتقالية حقيقية نحن ألا يكون جد تضر تاعي نحن في نهاية هذا النظام القادم التسيير الإداري البيروقراطي الذي انتهى دوره في الجزائر ويعني شئنا لكنها تفتقد هذه المرحلة تفتقد إلى هيكلية تنظيمية داخل الشارع الجزائري تخطيت الوقت المحدد لهذه المداخلة أشكرك جزيلا شكرا العقيدة المتقاعد والخبير الأبني والاستراتيجي سيد العربي شريف عبد الحميد حدثتنا مباشرة من الجزائر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا